قرية كيمزار قرية صغيرة شمالي سلطنة عمان تقع على مضيق هرمز بمحافظة مسندم يحدها البحر من الأمام والجبل من الخلف ولا يمكن الوصول لها إلا عن طريق البحر أو الجو بمروحية هليكوبتر تقع في محافظة مسندم يسكنها ألفي شخص تقريباً ويتحدثون بلغة خاصة ويطلق عليها الكمزارية لا يتكلمها إلا هم وهي اللغة الوحيدة غير السامية في الجزيرة العربية تعتبر الكمزارية من اللغات النادرة في المنطقة العربية وهي لغة أساسية عند أهلها حيث تنطق ولا تكتب ويعتبر كثيرون الكمزارية تخليطاً من لغات عدة أهمها الفارسية والهندية والعربية والإنجليزية يضاف إليها لغات أخرى كالبرتغالية والفرنسية والتركية إلا أنه لم يثبت ذلك حتى الآن حيث أنه لا يمكن إثبات وجود هذه اللغات في الكمزارية إلا عن طريق البحث وبمشاركة أشخاص يتحدثونها ويجيدونها الطريق إليها عبر البحر فقط عن طريق الجبال مغامرة محفوفة بالمخاطر والرحلة من خصب لكمزار تقطع من ساعة إلى ساعة ونصف عبر البحر